المواد الكيميائية تندرج تحت مجموعات تسمى بغازات الأعصاب أو الغازات الحارقة وتهدد أثارها الحياة بشكل مباشر هذه الغازات تكون في مرحلها الأولى بحالة سائلة وتتشابه خصائصها الفيزيائية مع الماء أو الزيت مما يجعلها قابلة للمسح أو الغسل بالماء والصابون أو بالمعاقمات ويمكن لها أن تتبخر خلال بضعة دقائق وتتحول إلى غاز وتشكل خطورة سواء وجدت بحالة سائلة أو غازية ولكن ما الذي يتوجب على شخص فعله في حال التعرض لمثل هذه الغازات؟ أولا حبس النفس قدر المستطاع حتى الهروب إلى مكان فيه هواء نقي ووضع قطعة من القماش نظيفة على الفم والأنف لتكون بمثابة قناع لمرور الهواء النقي ثانيا غازات الأعصاب أثقل من الهواء وبالتالي فمن الأفضل اللجوء إلى أعلى طابق في المبنى أو اللجوء إلى الأماكن المرتفعة عموما وإذا أطلقت المواد الكيميائية خارج المبنى الذي تقيم فيه قم بإحكام سد النوافذ والأبواب على الفور ثالثا خلع الملابس في الوقت المناسب ومسح أي سائل على الجلد بأي وسيلة متاحة يمكن أن ينقض حياتك إن كان ذلك بالماء والصابون أو بقطعة من القماش أو الرمل أو أي شيء آخر رابعا في حالة تلوث العين قم بغسلها بالمياه النقية مباشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة خامسا عند مساعدة أي شخص مصاب كيميائيا لا تلمسه بيدك وارتد القفزات قبل أن تشرع في مساعدته سادسا قد تكون المواد الكيميائية عديمة الرائحة أو أن لها رائحة كثوم أو الفجل المخلل فإذا شممت مثل تلك الروائح قم بتجنبها وابتعد قدر المستطاع عن مصدرها وحاول عدم التعرض لها يمكنك أن تعرف أنه قد تم إطلاق مواد كيميائية سامة عن طريق رؤية الآخرين أو الحيوانات وهم يعانون من الاختناق أو السعال وصعوبة في الرؤية أو الرعشة أو السقط محمد بردويل العربية